ومصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بطقس ثقيل خلال يوم الغد سيميز كافة المناطق السحلية ضباب محلي أيضا المناطق الداخلية ستشهر نشاط بعض الخلايا الرعدية خاصة بمنطقة الأوراس الريح أيضا ستكون قوية نحو الهضابة الوسطى والغربية جنوبا أجواء مشميسة من شمال الصحراء لغاية وسط الصحراء ومرتفعة لوغار وتاسيلي وتكون رعدية بالجنوب الغربي لغاية أقصى الجنوب كما ستنشط بعض الزوابع الرملية المحلية على أغلب مناطق الجنوب الكبير قد تتصعد هذه الرمال إلى غاية المرتفعات الداخلية الوسطى الغربية وكذلك الشرقية الحرارة دونيا خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد ستبقى مرتفعة تفوق العشرين درجة بكل المناطق الشمالية ما بين 22 إلى 25 درجة جنوبا ستقرب 24 درجة بـ 8 رأس 26 درجة بجانات وإليزي 28 درجة بكل الجنوب الغربي في حدوث 30 درجة بشمال الصحراء وأقصى الجنوب 33 درجة بالواحات وكذلك بالصحراء الوسطى الحرارة قصوى خلال ظهيرة الغد بحول لا تكون فصلية ما بين 32 إلى 34 درجة على كل سواحل ترتفع إلى 36 درجة بتزيبز غليزان والبيت لكن ترتفع أكثر نحو المناطق الداخلية الشرقية لتقارب 41 درجة بقسنطينة وخنشلة 36 إلى 38 درجة بأقصى الجنوب الشرقي لغاية مرتفعات الهوغار بينما تكون أجواء حرة من شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب تفوق الأربعين درجة تتروح ما بين 42 إلى غاية 47 درجة وهذا سيكون كعلام قياس بالصحراء الوسطى البحر سيكون قليل الاتراب إلى مطارب محليا بسواحل الوسطى ريح ضعيفة إلى معتدلات تتنى غربية جنوبية غربية على سواحل التي تقع بغرب العاصمة تدور إلى شرقية شمالية شرقية بسواحل الشرقية أصلحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الثلاثاء بحول الله دائما أجوى على العموم وغاشات بأغلب السواحل السحب ستكون أكثر نحو سواحل الشرقية أما بالمناطق الداخلية بعض الرعود المنعزلة نحو الهداب الغربية تكون أكثر نشاط بالمناطق الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية حيث احتمال بعض الأمطار المحلية احتمال أيضا لبعض الأمطار الرعديا المحلية بشمال الصحراء إلى غاية الجنوب الغربي تبقى أجوى رعدية بوسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب الشرقي ومغاشات جزئيا بأقصى الجنوب الحرارات تتروح من بين 28 إلى 34 درجة بسواحل ترتفع محليا إلى 41 درجة بالمناطق الداخلية وتبقى أجوى حرة تميز مناطق وسط الصحراء يوم الأربعاء بإذن الله دائما تقريبا نفس الوضعية الجوية أجوى مغاشات بعض الأمطار الرعديا المرتقبة بالمناطق الداخلية الوسطى والشرقية رياح قوية نسبية نحو الهدابة الغربية بعض الأمطار تبقى غير مستبعدة بالجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي أقول لغاية شمال الصحراء درجة الحرارة تعرف بعض الارتفاع خاصة نحو سواحل الشرقية تقرب 37 درجة وتبقى دائما أجوى حرة بوسط الصحراء مع نشاط بعض الزوابع الرملية المحلية يوم الخميس تقريبا نفس الوضعية الجوية لكن تتحسن حالة سماء نحو سواحل الشرقية بعد انقشاع الضباب بعض الأمطار الرعديا تبقى دائما مرتقبة محليا بالمرتفاعات خاصة الوسطى الشرقية كذلك بشمال الصحراء لغاية الجنوب الغربي تبقى درجة الحرارة مستقرة مقارنة بيوم الأربعاء